هذا وقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى ألفين وتسعمائة وإحدى حالة وفاة إضافة إلى خمسة ألاف وخمسمائة وثلاثين حالة إصابة وقد انضمت فرق إنقاذ من عدة دول لجهود البحث المغربية عن الناجين من الزلزال الذي وقع في منطقة جبال الأطلس الكبير وبلغت قواته ستة فاصل سمانية درجة على مقياس رختر خيام منتشر ومشردون في أماكن كثيرة ورجال إنقاذ يواصلون محاولتهم للعثور على ناجين أو جثث للضحايا هذا هو الوضع في المغرب بعد أيام قليلة على كارثة الزلزال الذي خلف وراءه دمارا كبيرا وبعد الكارثة ظهر التضامن الكبير من العديد من الدول مع المملكة المغربية وفي أحدث تطور انضمت فرق إنقاذ من إسبانيا وبريطانيا وقطر لجهود البحث عن الناجين من الزلزال الذي وقع في منطقة جبال الأطلس الكبير وبلغت قوته ستة وثمانية من عشر درجة وكان مركز الزلزال المدمر على بعد نحو 72 كيلو مترا من جنوب غرب مراكش حيث تضررت بعض المباني التاريخية في المدينة القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي كما تسبب الزلزال في أضرار كبيرة لمسجد تاريخي يعود إلى القرن الثاني عشر الميلادية بعد جهود الإغاثة الأولية ظهرت مخيمات في بعض المواقع حيث قضى بعض الناجين الليلة الرابعة في العراء وعلى الجانب الآخر أكد الجيش المغربي أنه يعزز فرق البحث والإنقاذ ويوفر مياه الشرب ويوزع الأغذية والخيام والأغطية تكاتف كبير يسيطر على المشهد في المغرب في محاولة لاحتواء الكارثة والتقليل من آثارها على الناجين